ما تعرفش ان انت مثلا قندية اخرى يطلعوا يهددوا حكام ويقول لك اصلا مش عارف ايه وحنطلعوا ازاي وحنعمل ايه والكلام ده وكله ده كله عشان يأثر على الحكام خلال الفترة اللي جاية خلي بالكم احنا بنا هتقول لي ما انت انا بنتقد اداء ولكن عمري مغلط في شخصيات كابتن عصام عبد الفتاح انا بنتقد اداء ولكن كل مرة اقول لحضراتكو ايه كابتن عصام شخصية محترمة شخصية تستحق الاحترام ولكن اداءه في رئاسة لجنة الحكام السنة اللي فاتت لم يكن جيدة واللي قبلها فانت ازاي تضغط على التحكيم زي ما حضرتك شايف كده اللي بتسمعه اليومين اللي مبارح عمليين اسمع حاجات غريبة جدا لكن في النهاية انا مش فارق مليش دعوة مليش دعوة بحاجة لكن اقصد انه لا يصح الا الصحيح عندما يكون هناك انتقاد احنا بنتقد اداء الحكام بنوري لحضراتكم صورة صوت وصورة احنا الكرة دي ركل الجزاء لماذا لم يتم احتسابه جماعة حسبوها يا جماعة حققوا العدالة يا جماعة اعملوا مش عارف ايه يا جماعة يا جماعة يا جماعة كحكام يعني لكن عمرنا ما بنطلع نقول كلام لا يصح على التحكيم حكامنا المصريين كشخصيات كلهم اصدقائنا وكلهم اخواتنا وكلهم ولكن اذا كنا بنتكلف فبنتكلف فممكن واحد يقولك انا ما بيعجبنيش اسلام عادي جدا هو حر ده اداء هو بي لكن هل ده معناه ان انا اكرهه لا ابدا بالعكس انا بقى كحكم لو انا حكم يعني بعمل ايه بشوف ايه هي الاخطاء وحاول ان انا صلح لكن ان حد يخلط في شخصيات حكم عيب عيب